السلام عليكم حبيبتي صباح النور صباح اليسمين وصباح الماء النمس الدفن لكن فوق البوتاجي ليس في مكانهم يعني يشوفوا الكوزينا كيفاش راهي لك تصبح يقولوا ناس الزمان زخمزت في رجلة أنا هاكدا ما وليت يعني دبيت نرجح كل حاجة لمكانها لكن الوقت تراه لك يجري وهذا رمضان ليس غير الشغل شوفوا هنا يعني قبل ما نرقود نبيت هادوك المنيدلات فليكيد تاع صابون سيدو هادك للابات تاين دي لها شوية تاع الخل باش تتعقم هاوليك صابون البنات اللي راني خدمته وخدمته معاكم غي سامون اني لقيته كل حسنة لكنه قريبي يخلصلي ودوك كل حاجة نديرها في مكانان ما عن تايرة هم نكناش فين انفرغ الماشينا هاد شي يديلي واحدة ربعين دقيقة لكن يعني هادي هي الصباحة هي لي فيها الباراكة ونروح للماشينا ديالي ديفو عندي اهلافاج ديفوه هنا راح نغسل بلو ماجيك جل هنا حطيت الصابون ديالي مع الحوايج ما حبيتش نديرو في القجر وحبيت نقول للفائزة البارا حفازت بالمبلغ تعمليون ونقولها تصفيه بصحة ولهنا ماجيك جل راهو داير طنبولة فيها مية وخمسين هادية بينها اكتروميناجي اكتروميناجي ودرهم بصحة ولهنا عليكم سوف نقوم بالتحليه الرائعة لديكم عاصر الليمون جوت سيترون وحدنا 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 ثلاثة أحبات غارسة ومعطونا كاس تلت مغارف الميزيناء ومسكس سكر كريستاليزي نخلط كلش كما راكو تشوفو ونخليه فوق النار متوسطة حتى نختار معايا نطفي عليه هنا كي بده خلاصة نشت القوام والا تقيقل شوية مشي بزاف وانا زيت له هنا يا شوية تاع لغوم تاع سيتخون عاونتو وزيد بلو سيخته على جرل كولور يعني تقدر تستغنو على الارم اخي هكذا هنا مع الاخير انا استعملت مارغارين ديما هنا ننفلمها بالفلماني منتغ ونجعلها تبرد تماما نحن نكمل الوصفة هنا عندي كاس تاع الكريمة السائلة نسبة الدهون فيها 35% هذا هي تلقر على الزرقة تاع فون ديليس اضعها تبرد مدة 4 ساعة في الكنجيلاتر ونباك بالباطق رمشا من العين ونجمدت معكم لكن انتبهوا لازم تكون تقرر 35% مدى دا سيمون هنا اضعت لها كاس غير ربع تاع سكر المسحوق ونبدأ ندرب شوفوا هذا التحليق يعني البنة ديالها مخالفة مخالفة هنا البنة استعملت الماسكاربون 250 جرام دوك الله يبارك راهم توفر والبنة يعني البنة نقدر نعودها بهذا فرماج لكن البنة ماشي كيف كيف ما من الشانتيه يعني طلعت الكريمة السائلة تقدروا يعني تديرها بالبودر الشانتيه لكن لا علاقة يعني هنا لتستعمل البودر الشانتيه تجيب هذا الخليط اللي ولاني وتحط عليه البودر الشانتيه وتطلحها بالباطق أجي بنينة لكن جامي ماشي كيما هكدا البنة انا هذي تاني تحليه ما نيش نكتر وندير حاجة بطبع يعني حاجة بنينة بنينة تبعوا الوصفة ورجعوا لي بالخبر شوفوا هنا يا نقصت من الخليط ديالي واحدة قيمته واحدة التلت مغارف هكدا غير التزيين برك وبعدها جبت الخليط الولاني اللي كان برد تماما انا حطيته برد وبعدها حطيته في الفريجيدر هو برد وانا نبدأ نزيد غير بشوية للخليط انا هنما استعملت كاملة الكمية درتها بالعاني بشغل نرقى هكي الحسنة كيف كيف نزيد نطلع كريمة سائلة مع شوية تعمل سكاربون ونعاود ندير بها تحلية وحدة اخرى اللي حبت المقادير المضبوطة تدير يعني ما تحبش تدير التدبير اللي اعطيتها لكم ندير بها اليوم وغدوة اخي هكذا نديروا كاس تاجود سيترون في كاس ونصف تاع الماء ومغير فى ونصف تاع الماء زيناء والسكر السكر يقضى ذوق شخصي دكتوفوا معايا التحلية كيف تخرج وهنا البنات كنت نوجد في بيانسو خبستاجين انا سنستعمل كيلو تاع دقيق انا بنات عندي دقيق المتوسط لكن لا انصح المبتدئات يعني ودا راكي بديتي هدا وين بديتي ننصحك انه ما تديريش يعني استعملي دقيق الارتب بيانسو خبستاج في البلتة العجينة كيلو تاع دقيق متوسط قدت لكم مغير فى ونصف تاع الخبز مغير فى تاع سكر وثلت مغارف تاع زيت ستعمل زيت زيت انا بسس كليش بيضي وهنا دائما المبتدئات حاولوا انكم كي تبدو تبلو فى العجينة ديالكم شوفوا هنا اني بليتها الكاس الولاني والكاس التانين يمجدتوه كي تبدو تبلو فى العجينة ديالكم ويزميتكم تمس العجين سوف تقتلكم المبتدئات كي تتخموها شوفوا درت الكاس الولاني درت المدافي الكاس الولاني والكاس التاني والكاس التاني ترى اني ندير فيه غير بشوية رح ندير منه النص هكا العجينة ديالي مراهية بسه بزف مراهية طرية ودائما فرق كبير ما بين دقيق المتوسط رح يشرب بزف الماء ودقيق فرق هنا هاد العملية درتها معاكم هاد اليامات ونشبهنا مطلعو خبز وكوشة هنا ننوريكم شحال الديت ونحط العجينة ديالي تتعجل كي ما كنت شوفوا البنات هادا بيتخان تعبر جمال نفس البيتخان اللي وريته لكم الناس اللي طلبت مني البيتخان اللي يكون البول ديالي يرفض خمسة كيلو ياخي هاكدا سان ليتخ بلوتو هما يقبل لك بلي فيه سان ليتخ ويرفد زوج كيلو ورطل تعجل لكن انا ننصح دائما ما ديباسي وش كيلو ورطل كيلو كيلو ورطل هاوليك البنات نفس الشي دوبل كوشة فيه كاملة ليزوبسون تاع البيتخان الكبار اللي ورطل لكم ورطل لكم تاع عشرة ري ثلاثة ورطل لكم تاع سبعة ري ثلاثة وهذا تاع خمسة ري ثلاثة دركة هنا البنات اللي ورطل لكم بركة شاجن تقدر نصتع كسمة وبدأت نضيف فيه غير بالعقل بالعقل بالنفس الطريقة اللي درناها المرة اللي فاتت وشحال من المرة هنا نغطع لها ونخليها تخمر ونطيب خبص طاجين ديالي عادي في الطاجين بعد ما يخمر وهاوليك البتخان من عند دائما لاباش شيف كويزين ديزات طلبتوا منه انه يجيب لكم هاد البتخان اللي يكون صغير ثمن ديالو يدير تلتملاين وربعمية مع التوصيل المجاني لجميع الولايات لبنات هذا برغمان راهي عندي معه تجربة مدة يعني الله يبارك يا جن ما شاء الله عنده عشرة ري ثلاثة عنده السبعة ري ثلاثة وعنده الخمسة ري ثلاثة هادي هي يجي فيه يجي فيه هنا هاد الكتاب هذا اللي فيه ديغوسات ويجي فيه هاد الوحد الكتاب دوكتوفوه معايا تعلموا كيفاش تستعمله وانو الاستعمال ديالو اراني اه ولو الفيديوهات وريتلكم كيفاش يقدر بيتخان يضاين معاكم حياتكم كاملة ان شاء الله طولت لعمر وتورته لازم تكوني مراشانية هنالبنات نحبكم تنتبهوا شوفوا جي فيه هاد الابالات والالكا ولا كيفاش تسموه وهنا دائما كاين بزاف ليما ينتبوه الكخوشي تلقاوهم كل مخبيين في الكارتونة انتبهوا برك يجي فيه هاد القطعات هاهم لك الدوب الكخوشي ديالها ها هوا لك ارقام الهواتف تشاف كويزين ديزادة رايي لكقدمكم شوفوا لا بيسانستاع الله يبرك ميل سينصان وهنا فيه اليوم مرة اعجلنا بالكخوشي غدوان شاء الله نديرو ثانيك خبز الكوشة ونزيدو نديرو حاجه بالفوه وشوفوا يعني الله يبرك البول دياله جاي اينوكس في هاد القطعه انا منستعملهاش على كل حال باش زعمال فريق فرينا ولا دقيق ولا المام ما يطرش عليكم وتريد قتلي ما نقدرش ننزيسي لهم اكيد وشوفوا البول دياله يجي ديق من تحت ويطلع عريض كي في الكخوشي ولا الفوه ولا البالة تلحق حتى الانتحت ما شاء الله عجلنا به الخبز وخرجوا وشو نقولكم من يديكم والناس اللي تحب التاويل اكيد راح تفرح بهاد الوبيتخان شوفوا البنت كيفاش قلبتو فيه ليفانتوز باش كي عودي يعجن ميبوجيش من بلاستو هادوك ليفانتوز ها كي يلسقوه وكي ترفدوه يعني هم موشان فريمان مام ثمن ديالو ها كوشتوشحل ولا وغاليين يدير تلت ملايين وربعمائة فالناباش تعشف كوزين ديالزات اكيد راح نتلقوها في صندوق الوصف وليما تعرفش تهبط الصندوق الوصف تكليكي ولا تضغط برك على العنوان يخرج لها المعلومات تعصندوق الوصف شوفوا هاداك يعني هاداك الخبز شاهدكم ان شاء الله في الجنة الطريكي مالحبق شوفوا دائما كيلو هادي قاعدة كيلو يعطيكم اربعة خبزات وفيين يعني ملاح هذا هو كيلو تعدقيق شاهدكم ان شاء الله في الجنة سوف نشارك معكم فكرة ولو انو هادا الافكار مديتهم دجا لكن اليوم الفكرة اطورت فيها شوية هادا ما كان هنا عندي كويس دوداند لديزو سهام وللبيت ونحينا لها هاداك الجلدة الفقانية وهنا راني نحي بسكي جاية شوية خشينا نحيف هاداك الحمز زايد باش هم بعدها نرحيه ونحشي به هادا الكويس دوداند هنا البنات اول حاجة مع صباح ونحن نتبل لابنة حتى القلب يعني الحم يجي البنات حتى القلبه اخي هكذا شوفوا هنا هنا البنات تراني عقمته وشوفوا الملح الخل القارص ونزيده سكنجبال ونجعله يستقطر ملح 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 وكي نشوف تماما ان يجي تندوزنه وش ندروه في الدوزينة ديانا عندي مغير فات على موتاغد تقدروا تستغنو عليها وديروا غير القارص والخل لكن انا اني نشارك معكم وشدرت هنا عندي الكريمة السائلة هذه اللي فيها التوم والأعشب هذه ملحة اللي سوب ملحة الماغيناد تعطيكم نتيجة هيلة تقدروا تعاوضوها بيوخت طبيعي اخي هكذا عندي هنا توم بودرة عندي شوية تسكنجبير شوية تاع الكوركم وعندي التابل هذا اللي اسموه كيوغي غوايل عندي الملح تربح مغير فاتع ماكلة علش بسكو مع الأخرا هنزيد لها السويا سوس على بلكم بالليكسوس سوجا مالحة شوية لازم نردوا البل هنا دلت شوية تاع الماء باش الناماغيناد ديالي كليت تولي زاكية وحطيت هادا الكويس دوداند والفخط تعديك الرومي هكا غمستو وغطيتو وخليتو حتى نزو سوايا قبل المغرب حطيتو وطريقة ديالي تحت الحمار شاركتها معاكم البنات انا نحمره في الكوكوتا نضيفه نزيد عليه النار حتى نضيفه ونقص النار تماما ونجعله غير فهمه ونزيد الماء ونزيد فنجل فقط هنا هدو كلي مخصوطات الدندر حيث هم زيت معاهم شوية الحم كفت مع دنوس وعاودت نفس التوابل كيف كيف مدلت شبرك سوياسوس مع حبيبة ولاد الجاج ونزيد الثوم هناني نوري لكم ثوم سكرفشتو ودرتو في السطح ونبعك حطيت هاداك الحم المكفت اللي خدمناه كيف كيف ودرك عندي المغغغين انا استعملت هنا مغغغين دي ما ارشقتها هكا يعني شوية ساير داير ونباداتيك كشون قولو روليتها وربطتها عد العملية ماشي انا اللي درتها دارها لي مول البيت ههو ليك الله يبارك وشون قولكم هاد الكويس جاية كبيرة رفقناها كيما كنت شوفونت بروز مع شلادة زينتها بشوية طماطيش وقارص ويعني كمية وشون قولكم كانت الله يبارك هادي كفكرة البنت مع شريبة اللي كانت طيبة وشون قولكم بطبع الشن مع خبس طاجين وهاديك التحليا والحمد لله رب العالمين شوفوا البنت كين طيبو حاجة بنينو انطيبو حاجة كشون قولو حنا ما القريتكون يعني من كترش طواجن ودوران لكن الافرطتها الاسرة ونصايمين ياكلو يشبعو اخي هكدا هاي الكشريبة ديالي مع الشربات اللي اكيد ما حاش تخص فوق الطابلة شلادة كمية تعروز الروز اللي بنت شوفوا غليتون باك فورتو مع شوية تعملتو زبدة فقط هدا ما كان ابخي السيلاصوس اللي تلقاتها لها كلاكويس هي اللي حبي يسقي يدي المرسو ديالو ويسقي الروز شوفوا التحليا من ارواع وقابن التحليات اللي ممكن تدوقوها جربوا الوصفاء ورجعوا لي شاهد خواتاتي ان شاء الله في الجنة وان شاء الله الافكار تعليوا من التالاعجاب ديالكم ونقولكم كاملة صحف طركم ودمتم حبيباتي فرعيت الله حفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته